أفدت المواقع الإخبارية العالمية أن المملكة العربية السعودية وشركة رينت مع السويتزيرلندا تجريان محادثات جادة بين السعودية وهذه الشركة لشيراء ونقل التكنولوجيا لإنتاج محلي لنظام الدفاع الجوي المعياري والتلقائي مانتحس أو الصروف هذا النظام والذي يحظى بأهمية بالغة في المملكة العربية السعودية وهو نظام يحمل كورفيتات السعودية أيضا نظام دفاع جوي ألماني قصير المدى تم تطويره لحماية القواعد الألمانية العاملة في أفغانستان ويستخدم للحماية من الصواريخ وقذائف الموتارز والمدفعية النظام يتألف من ستة مدى في عيار 35 ملم تعمل بشكل أوتوماتيكي كامل تستطيع إطلاق ما يصل إلى ألف طلقة في الدقيقة ومن دون أي تدخل للعنصر البشرية مانتحس وعربيا السرعوف نظام دفاع جوي ألماني قصير المدى دون دفاع 35 ملم أوتوماتيكي بالكامل مطور من شركة رينت مع للدفاع الجوي لحساب الجيش الألماني نظام الدفاع الجوي الأرضي هذا دون مدفع 35 ملم لقي نجاحا كبيرا في المملكة العربية الصعودية وأثبت نجاحه بشدة على الأراضي الصعودية حيث سجلت حالة إسقاط الدرونات الانتحارية وقذائف الحون والمدفعية ببضع طلقات فقط وهو ما دع المملكة العربية الصعودية على الفور إلى إجراء محادثات جدة مع الشركة السويسرية العلمانية من أجل نقل التقنية بشكل عجل وصناعة هذا المدفع داخل الأراضي الصعودية يقيس الجهاز الموجود في الطرف في السرعة الدقيقة لكل طلقة أثناء إطلاقها ويضبط تلقائيا لتفجير الذخيرة عندما تقتل من مسافة محددة مسبقا من الهدف تنشر كل طلقة 152 مقذوفا صغيرا من التانجستا تزين كل منها 3.3 جرام أي 0.12 أنصى وذلك لتشكيل سحبة قاتلة على شكل مخروطي لضرب الهدف القادم تم تصميم أوضاع إطلاق النار الأخرى لتكون فعالة ضد الأهداف السطحية مثل قوارب الهجوم السريعة الصغيرة وتم تصميم السلاح ليتم التحكم به بواسطة نظام خارجي للسيطرة على النيران باستخدام إما الرادارة أو أجهزة التتبع الكهروضوية تسمح سعة الذخيرة بالاشتباك مع 10 صواريخ مضادة للسفن أو 20 هدفا سطحيا الطول 5.5 متر العرض 2.39 متر الارتفاع 1.94 متر العيارة 35 ملم المدى الأقصى الفعال 5000 متر الإطلاق الأوتوماتيكي 1000 طلقة في الدقيقة يستخدم هذا النظام لحماية الكورفيت الصعودية الجبل كما يستخدم لحماية مجموعة من الكورفيتات الصعودية الأخرى في هذه الصورة يظهر على كورفيت الدرعية 830 في جولة الاختبارات نظام الدفاعي الجوي السويسري هذا